في البداية افتتح يوم أمس برواق الفن محمد راسب بالجزائر الغاصمة معرض لألفنونية تشكيلية خاص بالفنان مغناجي أحمد ياسين تحت عنوان فسيفساء الجزائر وسيكون هذا المعرض في الفترة الممتدة من الخامس إلى غير تلاشين نوفمبر الجاري وتم فيه عرض عدة لوحات فنية جبينة ومختلفة من بينها لوحات لمناظر طبيعية وأخرى لشخصية مشهورة بالجزائر المزيد في ميكروفون أيوب أحمد شاوش غالري تمثل الفن الجزائرية والثقافة الجزائرية بأسلوب الفنان تشكيلي مغناجي أحمد ياسين والهدف منه هو إنشاء مشروع ثقافي والغاية منه هو توصيل الثقافة والفن تشكيلي الأكبر شريحة من الشعب الجزائري ولهذا نضمنا هذا المعرض وما حبيناش نحصر الأعمال تعناه غير في غالري تعناه وقمنا هذا المعرض اسمناه فوسيفيساء الجزائر وكما نعرفه الفوسيفيساء هي عبارة عن تنوع وإنسجام في الألوان والموضوع والأشكال وكما تقدروا تشوفوا وتستنتجوا من لوحات تعناه عدنا مناظر طبيعية خلابة الجمال الجزائر عدنا الصحراء عدنا بلاد القبائل عدنا العاصمة عدنا بورتريا تاني للأشخاص معروفين عدنا الفنانين عدنا للأشخاص الرياضيين عدنا الأشخاص الوطنية عدنا الشهادة